الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وأنس الشايب والفيلم أو الاسكتش الجديد اللي مجهزين نياه فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوريو من الصورة المصغرة من بين نار وكاتبة شو تتوقعوا فيديو بكرة فأغلب المتابعين توقعوا أنه ممكن يكون الفيديو فيلم أو اسكتش معين ولكن الصراحة ما أتوقع هذا الشي أتوقع يكون تحدي ولكن أكيد رح يكون مقطع رهيب وخرافي عليكم يكتبونا بالكومنتاج شنو تتوقعون وشكة حماسكم للمقطع الخبر الثاني اللي عدنا عن تهجم متابعين قمر مار على نور مار ورد نور مار على الموضوع بالبداية ما يعرف القصة فنور مار نزل على قناته هذا المقطع ورغم أنه بهذا المقطع كانت موجودة قمر إلا أنه جدت بعض التعليقات تقول أنه هذا الفيديو مصور من زمان فنزعج نور مار كثير من هذا الموضوع وطلع على حسابه بالإنستجرام ونزل استوري يقول بي أنه التعليقات على آخر مقطع صايرة تكره الشخص باليوتيوب وأنه هو ضايج رحطوكم للسرعة متفتهمون أكثر ما قصب من الله أنه تعليقاتكم على اليوتيوب بتكره الشخص باليوتيوب بتكره قصب من الله ما بعج ضالكم كل حال اليوم بداحكي بكم موضوع كم هيك موضوع وحاج يعني يعني ما لي فهمان أنا أنه أتعب على الفيديو ولا طلعت هل تشوفون يا حبايب أنه هذه المرة زودوها متابعين القمر طبعا مو كل فانزات قمر صراحة شفتوا هاي تعاليق من فانزات قمر كانت جيدة على المقطع عليكم يكتبوني رأيكم هذا الموضوع بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن مريانا غريب وردها على بعض الأسئلة المتابعين فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري تطلبين المتابعين يسئلوها أسئلة فاختارت لكم الأسئلة القوية والنارية أول سؤال هل أنت تحبين طبنجة؟ فردته هذا الستوري اللي كاتبه بي لا أوكي واضح حقيقة بالنسبة للسؤال الثاني واللي هي هل عندك حبيب؟ فردت ما بعرف أوكي السؤال الثالث هل الضحكة اللي تسويها بالمقاطع مصطنعة أو هي حقيقية؟ في الردت بستوري حطلكم إياه شو هل حكي هاد؟ أكيد لا وسامك أنا عم يمزح رفقاتي اللي بيعرفوني على الواقع أنا بضحك أكتر من هيك أكتر من هيك يعني أكتر من الكاميرا أنا ما بتصنع شيء أبدا أنا نفسي على الواقع لا أنا بضحك من قلبي السؤال الرابع والأخير شنو أكثر صفة ريديها يكون بزوجك المستقبلي فأيضا ردت بستوري أحطلكم إياه شوفو رح أختار شخص يكون كثير بيضحك يعني يكون هو الكاركتور تبعه هيك كوميدي وبيضحكني يعني مشان أضيها كلها ضحك وهيك يعني ما يكون ما بيهمني لا الشكل ولا العمر ولا المادة ولا أي شيء هم من يكونوا بيضحك وبالنهاية ختمة بستوري تقول بي أنه ستنزل استوري تعترف بحبها الطبنجة وتقول أنه هي مرتبطة بي طبعا هو موضوع مزاها لحطكم للستوري عم تفتهمون أكثر ام إذا بتعطيني حل من هون للمسا تروح لحباي رح أفتح استوري أقول له طبعا أنه أنا بحبه غصب لعنه رح أرتبط في غصب لعنه الخبر الرابع والأخير اللي عدنا عن وسام تيكيت وقصفة البيسان تيكيت فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري تقول بي في مرحلة من أمرك ستكتشف أن الاحترام أهم من الحب والتفاهم أهم من التناسب والثقة أهم من الغيرة وأن الصبر أعظم دليل على النصيحة فرد عليها وسام تيكيت بحسابها بالإنستجرام بهذا الستوري اللي حات خطين على كلمة أهم من الغيرة ويقول يفضح أم الكذب أنا باقي إيش هذا وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى مقطع أجبكم يا حباي مباخشي على 200 ألف ما قلت للتناف فاشتركوا لكم وبس جاكم في الزين مع السلامة